الناس كانت تقول ان لو لماتش خذل صفر صفر كنا هنطلع نشيد بعبقرية كارلو أنشلوتي ويمكن بالمناسبة لكن في الحقيقة وفي كل الأحوال هو ريال مادريد لعب بالشكل ده لكذا سبب ريال مادريد لعب دفاع لأنه قدرش يعمل أكتر من كده اللعبة بتاعته إن كانت عبقرية في الخروج بالكورة تحت الضغط زي لوكا مودريتش وثوني كروس لكن في مرحلة عمرية بتخليهم قدام المنافسين الأقوى الأكثر حيوية تحت ضغط جبير حاجة تانية ريال مادريد أصبح قليل الحيلة شوية في المراحل الهجومية ومعتمد بشكل رئيسي ووحيد على الصناقية بتاعة فينيسيوس جونيور وكريم بنزمة الصناقية دي وإن كانت عبقرية لكن في النهاية هم اتنين العيبة بس فبالتالي بي أسجي الدرس الموضوع وأفضل يلو من وسط الملعب لفينيسيوس جونيور عشان يدي حرية لأشرف حكيمي ويقابل فينيسيوس من بدري فيمنع الهجمات المرتدة وكريم بنزمة طلع يعني لما انفصل خلاص بقى فينيسيوس عن المباراة أصبح كريم بنزمة بيلعب لوحده محطة لعبة بس مش لقيها حد يستلم الكورة من المحطة دي وبالتالي بقى سهل على ماركينيوس سهل على كامبينبين ويلعبوا عليه رقابة رجل لرجل صحيح كان بياخد منهم الكورة لكن هي وديها فين هيرجع على الورا ويحاول ويبنوا تحت الضغط فيضغطه تاني فيفقده الكورة فالسبب الاولاني للبؤس ريال مدريد هجوميا والتزامه الدفاعي بس انه مقدرش يتصرف الحاجة التانية ان الاوراق اللي مع كارلو انشلوتتي قليلة ولازم نعترف بدا في ما يخص خلق ادوات واسلحة هجومية اكبر وده سببه الرئيسي ان ريال مدريد قرر انه يرتاح ويرايح خزينته من الصرف النقدي لفترة وده ما يخليش ريال مدريد فقير ريال مدريد معه فلوس قياسا بالارقام اللي بنشوفها في التقارير المادية والاقتصادية لكن هو منتظر اللحظة للعودة واللحظة دي ربما بالنسبة له تكون السنة الجاية بكايلين مبابي تحديدا ثم ربما بعد ذلك بعض الاستهدافات الاخرى برضو المجانية زي انتوان روديجر ربما بول بوجبة كلام كتير عن ايرلينج هالند على اعتبار طبعا عنده شرط جزائي يخلي سعره رائع بالنسبة لامكانياته وبالنسبة لسنه فيبقى عندك كوكبة جديدة من النجوم كوكبة دي يمكن تاخد وقت بالمناسبة على ما تستقر وهنا سؤال مهم وانا روح اجيب مبابي وانا عندي فينيسيوس والتنين بيلعبوا في نفس الجابهة وانا روح اجيب هالند وانا عندي كارين بنزمة لازم اسأل هنا نفسي سؤال هو اصح الاتنين المكانين دول عندي فيهم لعيبة قراري جامدة والصح ان انا ممكن اروح افكر في صلاح بيلعب ناحية اليمين اكتر بدل ما احاول اطوع فينيسيوس مين او كايلين مبابي مين لكن برضو في الحقيقة خلينا نكون منطقيين انت بتتكلم على ورقتين مبابي وهالند تحت 23 سنة عندهم قدرات خارقة بدنيا وامكانيات ونطج فني بادي وظاهر للكل ودول 10 سنين جايين هيكونوا في افضل مكان ممكن في العالم ايه لي خليني ماخدش الرزق ايه لي خليني ما اضمش الكوكبة وحاول ابنالها حاجة تعرف تلمها كلها ليه لا مجرى بعمل ده واكيد هلاقي مشروع رياضي يلائم كل الامكانيات العالية دي صحيح ناس كتير بتكلم على ان فكرة تجميع النجوم لا تنجح في اوقات كتير لكن بتنجح احيانا او بتنجح كثيرا لما بيكون في عقل وراها مدبر مخطط منظم بمعنى ان ريال مادريد صحيح منجحش في الجالاكتكوس الاولانية لكن لازم تسأل نفسك ليه منجحش لان كلود ماكليليت باع فما بقاش فيه لعب ارتكاز فبقيت لعب بيكام ارتكاز وجوتي ارتكاز ولعيبة مش خصائصها الاساسية استرجاع الكورة في الفريق كان عنده سوق بقى اسود كده في وسط ملعبه انت تقدر تتعلم من ده في الفترة الجاية وتقدر ما تكرروش وتجمع النجوم اللي تقدر تصنع لك الفارق حاجة تانية ان فيه مشاريع كتير جدا نجحة بجمع النجوم لكن بتنظمهم بشكل جايد في ارض الملعب وفيه مدربين عنده بقوة الشخصية زي لما جوزي موريني ووصل ريال مادريد كان قبل كده منويل بلجريني مع مجموعة من الصفقات الضخمة جدا اهمها كاكاكارا وكريستيانو رونالدو وكاريم بنزما وقتها وشادي ألونسو ومجموعة كبيرة من الاسماء والنجوم ما نكحوش غير لما جاء مورينيو وركب عليهم بقى المجموعة كمان اللي زي أنخلدي ماريا واللي زي مع أنخلدي ماريا مسود وزيل وزي ساميخ ديرا نوعية كملت التوليفة ونجحت كريستيانو ونجحت كاريم بنزما وفجرت مارسلو وخلت ريال مادريد ليه رونق كبير فبالتالي فكرة تجميع النجوم مش غلط في حد ذاتها وفكرة ريال مادريد في أنه يجمع النجوم مش معناها بالضرورة أنه هيفشل زي ما مش معناها بالضرورة أنه هينجح لكن هي هتساعده كتير في النجاح لأن المواهب كتيرة جدا فبالتالي أنا عارف أن الموسم ده رجوعا لماتش بي اس جي هو موسم الخروب بأقل الأضرار لأن كل منظومة الإدارة عارفة كويس قوي أنها ما أنفقتش فبتلعب بعدد قليل جدا من اللعيبة مفيش بديل حقيق لكازمارو اللعيبة في مركز ظهير الأيمن لوكاس باسكس ده إحنا عارفين أنه هو جناح متوظف وكاربخال في النازل بقى له سنة ومليتاو وناتشو مش كافين لقيادة قلب الدفاع ودافيد ألاب أصلا باكليفت متوظف قلب الدفاع فبتعرف أن النادي عارف ده كويس وبالتالي هو جاب الراجل زي كارلو أنشلوتي اللي بيعرف يطلع من القماشة الديقة دي أفضل نتيجة ممكنة وأفضل نتيجة ممكنة ربما الفوز بالدور الأسباني المنافسة لأقصى درجة ممكنة في دوري أبطال أوروبا طيب هل ده معناه أن ريال مادريد ملوش حزوز في العودة؟ لا ليه حزوز في العودة لأن ريال مادريد في النهاية يقدر يحاول شوية لو لوكا مودرت شتوب فورم وطونيك روستوب فورم ودي كانت حاجة غايبة عن الماتش اللي فات بالمناسبة ما كانش هيباني المستوى بالشكل البائز ده دفع هجوميا وبالتالي كان ريال مادريد قادر على أنه يقدم عرضا أفضل ربما أنا أتمنى يعني أنا أسف أن أنا قلت كده أتمنى أنا لأني مشجع لريال مادريد وإن لم يحدث فخلاص أنا عارف كده كده أن الموسم ده هو كان كان إحنا بنطلع منه أفضل ما يمكن إخراجه شكرا